عند مرورك في هذه السوق كحالب معظم أسواق العراق يغيب عن نظريك المنتج الوطني وهو مشهد اعتاد العراقيون عليه بعدما تحولت بلادهم إلى دولة استهلاكية بامتياز غرقة ببحر السلع المستوردة والفساد المالي منذ عقدين باحثون في الاقتصاد أرجعوا أسباب انهيار الصناعة الوطنية إلى عوامل عديدة خبرزها غياب النية الحكومية لانتشار هذا القطاع عبر إنشاء المصانع إضافة إلى طبيعة الاقتصاد الرائعي واعتماده على النفط وعدم توفر الخدمات الأساسية كالكهرباء ما يزيد من كلفة الانتاج إلى جانب ظاهرة الإغراق السلعي نتيجة الانتقال إلى اقتصاد السوق المفتوحة غير المنظمة وخلق نمط استهلاكي خطر لا يتطلع إلى الانتاج بل ينكفئ على الاستيرادات يقابل ذلك عدم تفعيل القوانين الخاصة بحماية المنتج الوطني وغياب الرقابة عند المعابر الحدودية التي تسيطر على معظمها ميليشيات المسلحة ما سمى بتعطيل عجلة الصناعة لسيما وأن عشرات المصانع توقفت عن العمل بسبب انتهاء عمورها الافتراضي المصانع هذه المية وأربعة المتعطلة وجزء من اللي تشتغل هي قديمة خمسينات وستينات وسبعينات فبالتالي على الأغلب لا جدوى من تصليحها لأنه لا قطع غيار موجودة تراجع القطاع الصناعي وكذلك الزراعي الذين يسهمان بنحو ثلاثة في المئة فقط من النتج المحلي للاقتصاد ترجمه غياب توفير فرص العمل للشباب وبالتالي تجاوزت معدلات الفقر والبطالة حاجز ثلاثين في المئة بينما يبقى الفساد الحكومي والعقبة الأكبر أمام أي محاولة للنهضة بالاقتصاد العراقي فمدفوعات الفساد الكبيرة والمتزايدة تمثل ضريبة ضارة على المشاريع الاستثمارية نتيجة ما تدفع الشركات من رشة ووقت ضائع في المفاوضات للحصول على التلخيص لتجنب حدوث عقبات أمام نشاطها كما يشير خبر اقتصاديون وأمام هذا الواقع تصبح منافسة السلع العراقية لنظرتها الأجنبية غير واقعية وغير ممكنة معادلة تعكس في طياتها مدى فشل الاقتصاد العراقي وهو ما يظهر جليا عند حدوث كل أزمة تطال كطاع النفط